يعتبر القطاع السياحي في جمهورية مصر العربية من أهم القطاعات الاقتصادية حيث يعتبر شرم الشيخ من أهم مراكائز الاقتصاد المصري ومصدرا مهما من مصادر الدخل الوطني للبلاد شرم الشيخ مدينة سياحية يعتبرها المصريون مشروعا حيويا لإنعاش الاقتصاد حيث دخلها السياحي لو شأن كبير في تعزيز ميزان المدفوعات ويعتبر مصدرا كبيرا لتوفير فرص العمل للمواطنين التفاصيل في التقرير التالي شرم الشيخ هي المدينة السياحية المصرية التي أطلق عليها مدينة السلام المدينة الأكبر في محافظة جنوب سيناء وإحدى أهم ركائز القطاع السياحي في البلاد لما تحتوي عليه هذه المدينة الساحرة أكثر من مئتي فندق ومنتجع بخلاف المعالم السياحية والمناخ المعتدل ما جعلها تستقطب عددا هائلا من السياح من مختلف دول العالم هذه المدينة التي حملت على أرضها مختلف الجنسيات تبلغ مساحتها أربعمائة وثمانين كيلو متر مربع ويصل عدد سكانها إلى خمسة وثلاثين ألف نسمة تنوع في المنتج السياحي فيها السياحة الشاطئية فيها الغطس فيها سياحة السفاري ففيها تنوع من المنتج السياحي على مدار السنم وكمان علاوة على سياحة الاسترخاء يعني هنا جميع هنا منطقة شرمشيق عبر الاسترخاء وتتناسب العائلات وتتناسب الأسر وغير جديد على المراقب للشأن المصري تداعيات حدث سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء فور خروجها من مطار شرمشيخ ما يجعل السؤال الأهم هو كيف للمدينة أن تزاول نشاطها في ظل القلق الذي يسود القطاع السياحي ليجنبها خسارة مائتين وثمانين مليون دولار شهريا حسب قول وزارة السياحة المصرية في وجودنا في شرمشيخ حسيننا بالأمان يعني ما حسيننا في أي مشكلة موجودة في استقبال جدا طيب من الشعب المصري إلى جانبنا الأجواء هنا أجواء جدا يعني اتشجع أي شخص نائيه ويعيش ويستمتع في هاي الأجواء الموجودة هنا شفنا أن كل شيء على ما يرام الأمن موجود والسواح مخضين راحتهم في كل الأمور الحقيقة وحصلنا ترحيب من الشعب المصري بهذه الزيارة تشجيع السياحة التي تقوم عليها مصر في شرم الشيخ يحمل السائحة إلى اكتشاف عجائب وجمال هذه المدينة ابتداء بالرحلة البحرية والرمال الدافئة حتى أجواء الفرح والصخب الذي لا يفارق لياليها حيث تعود بالسواحي إلى تاريخ وحضارة مصر العريقة في ألف ليلة وليلة بمجموعة عروض أحدها شرقي وآخر مثير وشيق ما ننساش طبعاً إحنا عندنا السياحة العربية بتمسل أكثر من 16% من حركة السياحة الدولية القادمة إلى مصر فطبعاً حالياً دواتي بنركز على السياحة العربية السياحة العربية بنقول بنكلم بلغة واحدة التقاليد واحدة ومسافة قريبة فبنقول للسياحة العربي بيجو بالد والتانية هنا بيلاقي كل نفس العداد والتقاليد بيلاقي مناطق جميلة بناء الشواطئ الساحلية جميلة وما أن تستكين النفس إلا وأطلقت عنانها في نزهة إلى خليج نعمة الذي يعد من أشهر المناطق الجاذبة للسائحين وأهمها مياه البحر الأحمر الغنية بالشعاب المرجانية والرمال النعيمة والجو الدافئ طوال العام ولما يميز خليج نعمة من تعدد المطاعم والأسواق التجارية وسلاسل الفنادق والمنتجعات العالمية أمان المصريون معلقة على انتعاش السياحة المصرية حينما تعود الأجواء إلى شرم الشيخ كما كانت عليه في السابق في دعوة منهم إلى جميع الدول في الوقوف معهم في الظروف الاقتصادية إيمان شرف لتلفزيون البحرين شرم الشيخ جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر